موسيقى عزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من الإسلام تحت المجهر النهاردة هنتكلم عن الطب النبوي طبعا عارفين كلنا الطب النبوي وإزاي بيستخدم في العالم الإسلامي أهلا بيك يا مارينا أهلا بيك يا فرح النهاردة يا مارينا لما هنتكلم على الطب النبوي الدكتور رسول الله اللي هو الدكتور رسول الله الحمد لله متخصر كل الأمراض والحمد لله ولا مرض علجه يعاني دكتور أزهري دكتور بامتياز يعني طبيب بامتياز والمشكلة يا مارينا إن المسلمين الغايب دلوقتي ميصدقين إن هو بيعرف في الطب النبوي حتى لو كانوا ضكتها على فكرة مع إنه كوارث من الكوارث وحنقراها دلوقتي وحنشوف إنه عمل كوارث وإحنا هنقول على سبيل المثال مش على سبيل الحصر في موضوع الحجامة الرسول قال إيه الشفاء في ثلاثة في ثلاثة في شرطة محجم أو شرط الحجامة يعني أو شربة عسل ليه شرب عسل طبعا عسل نحل أو كية الكي بالنار هو بيقول التلاتة بيشفو وأنا أنهي أمتي عن الكي يعني هو بيقول إن الكي بالنار لأ في شفاء لكن أمتي بنهيها عن الكي طيب الكلام ده جيه في صحيح البخاري وحيبقى المصدر محتوط وحكم الحديث صحيح هيبقى محتوط على الشاشة بيقول قصة بقى حصلت بخصوص الموضوع ده رمى يوم الأحزاب سعد بن معاز رمي يعني ترمى بسهم بحاجة فقطعوا أكحلوا حاجة عرق في الإيد فحسمه رسول الله بالنار يعني إيه تكيو عملوا كيو بالنار مش أنت بتقول لا أبا لاش الكيو بالنار حسموه بالنار طيب ماشي هنقول يمكن عملوا بطريقة مختلفة عن اللي هو ألها فانتفخت يداء فتركه فنزفه الدم فحسمه آخر يعني إيه هو حسمه علشان الدم يقف فالدم نزل فالرسول الدكتور لحقه جراح الدكتور الجراح لحقه فحسمه مرة تاني فانتفخت يداء تاني يعني يعني انتفخت أول مرة سابعت لا نزفت أول مرة ما انتفخت وسبها نزفت فتركه فنزفت فحسمها وتاني فانتفخت مرة تاني فلما رأى ذلك سلام مع دكتوره في الفجر فلما رأى ذلك قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني ده مين ده سعد بن معيس من بني قريزة فاستمسق عرقه اللي هو بذات نفسه العرق نفسه يعني تقريبا بقى كويس فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معيس تمام حكم يعني يقتر رجالهم وانتحن نساءهم فأرسل إليه فحكم أن يقتر رجالهم وتستحي النساءهم لهم بني قريزة يعني معاز ده رغم أنه هو كان بيموت كان شرير كان شرير فبيقول إيه فقرى رسول الله أصبت حكم الله فيهم يا معاز ده حكم الله مش حكمك أنت أنت قلت نقتل كل دول لا ده حكم الله دايما حكم الله واللي يجي متأخر يعني وكانوا ربع مية فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه ثالث انفتق عرقه العملية فشلت العملية فشلت بجدارة فسعد بن معاز مات فده الدكتور الفاشل يعني جراح فاشل محدش يا جماعة محدش يروح له أرجوكو هوجراحة طلع فاشل فمحدش يروح للطب النبوي لأنه كده ممكن يعني شيخ الأزهر لسه كان في ألمانيا بيتعالج ورجع هو لو معتمد على الطب النبوي ولا حتى كلية الطب اللي في الأزهر ما يتعالجش ليه في مصر على رأيك ليه ما يتعالجوش عند ده كاترة الأزهر الموجودين دلوقتي مش عاملين كل الطب وكده بيطلعو ولا دكتور يا فرحة أزهري يكتب بأنه هو خارج أزهر لأنه عارف عندش يروح له أصلا بالزبط يعني عارف هو عارف نفسه هو عارف النتيجة سيئة يعني هما نفسهم كده كاترة أزهر يخافوا يكتبوا خارج أزهر طب أزهر يخافوا يكتبوها لا وهينشوا وكامان الشيوخ بتسيبهم وتروحها عند بلاد الكفار صحيح صحيح كفار مين دقريت الدنيا كفار زيها بلاد الكفار دي تفضل خليني أركز في جزئية معنى الحسم يعني إيه قالك وحسم العرق قطعه يعني ميسكت مشرط وكوالا ألا يسل دم يعني ده الحسم عشان إيه ما حدش يطلع ويعمل فيها بيش عارفة إيه ويقول إيه الكلام اللي أنتو بتقوله أهو جايب لكم معنى الحسم حسم العرق قطعه وكوالا ألا يسل دم من حاجات اللي قال عليها الرسول برضو من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضروا ذلك اليوم السم ولا سحر وده المصدر في البخاري سحر البخاري والمصدر هيكون والتصيح بتاع الشاشة طبعا كالعادة فدلوقتي الرسول بيقول إن اللي يأكل الصبحية الصبح سبع تمرات مش هنسيبوا حاكتين لسحر ولا إيه سمه ونتلاقي الرسول تسمه وتصحر يعني عادي يعني هو نفسه حصل في كل ده فخلينا نشوف يعني متى سم الرسول سم فين يعني كانت واحدة يهودية بتاع كتعزف موت الرسول ما عرفش يعني هما بيقولوا أنا أنا أشك لكن هما بيقولوا إن واحدة يهودية قالت لهم الرسول بيحب إيه؟ قال لهم الشاعة حطت له في الزراع الحتة اللي بيحب يأكلها سم يعني حطت فيها سم يقولك إن الشاعة أحب إلا رسول الله فقيلة لها الزراع فأكسرت فيها من السم حتى سمت سائر الشاة ثم جاءت بها فلما وضعتها بين يدي رسول الله تناول الزراع فلاكة يعني نبغه شوية منها مضغة ولم يساخها يعني إيه ما طعمها مش عجبني فيها سم وكان مع واحد اسمه إيه؟ طوام شاك ومع واحد اسمه بشر بن البر بشر بن البراء ده لما أخذ منها كما أخذ رسول الله يقولك أمّا بشر فساغها مدقها وكلها مات الرجل مات الله رقمه أمّا رسول الله فلافظها شاف الرجل مات طبعا طبيعي يعني واحد اقأ مات فلافظها فبعد ما الرجل يعني مات هو أنا مش مكتوب مات بس في حديث تاني يعني بيقول إنه مات فهنا بيقولك فأساغها أمّا رسول الله فلافظها ثم قال أن هذا العظم ليخبرنه مسموع العظم اللي قال له يعني المعزة عندها تأخير عندها دلي بتقول له أنا مسمومة بعد ما أكلم مكل وبعد ما بقت صاحب المائد صاحب المائد أنا مسمومة يعني فهمة عندها إيه تأخير عندها تأخير في الإخبار طب يا معزة تكلمي قبل قبل ما حد يلمسك أصلا طبعا كل ده بيدل على إيه كسب طبعا هو قال لك بتخبرني أنها مسمومة طبعا أنت عرفت ما أنت شايف الرجل مات هو قدامك ثم دعا بها فاعترفت قال لها محا ملك على ذلك يا سلام قالت بلغت من قومي ما لم يخف عليك فقلت إن كنت ملك ملك يعني ملك استرحت منه استرحت منه يعني ملك طبعا هم عايزين يستريحوا منه إن كنت نبيا فسيخبر يعني هتعرف هيعرفوا أنه نبي فتجاوز عنها رسول الله ومات بشر من أكلته يعني بشر ميت الرسول شايف بشر مات وخلاص عارف إنها مسمومة طيب أنت فين السبع تمرات فين يا بشر السبع تمرات فين يا رسول الله السبع تمرات ودلوقتي إحنا ممكن نعمل تجربة عمليا نجيب سم حاجة مسمومة بعد الشعر يا شير لا مش لا لمين لمين نحط المين الشيخ المؤمنين بالكلام ده لا لا أولا نشوف أمسي نحطها للنبي لما مات خلاص النبي لكن مش أنتوا بتقولوا إن هو صحه وكلامه صحه ولا ينطق عن الهوى نجيب يلا نتحدى الشيخ نجيب تصبح بسبع تمرات أيوة وورينا كل السم وورينا هيحصل فيك إيه بالظبط مش هيرضوا طبعا عشان هارفين ده كزب وطبعا ده من ضمن الطب النبوي بيقولك لا يصب سحر ولا سم وإيه والرسولة السحر وتسم شوف يا مارينا يعني خليني في الجزئية دي إنه يسيب لو حصل الكلام ده يسيب واحد يموت وهو اللي يعيش هو اللي يعيش بس فيه واحد تاني هو اللي يموت عنده البناء دمين ما لهمش إيمة ما لهمش إيمة فكر المسيح لما جم يقبضوا عليه قالوا إيه تركوا هؤلاء يمضوا يعني أنا بدلهم تركوا هؤلاء يمضوا لكن ما فيش حاجة اسمها هناك فرق بينه وبين المسيح ما فيش مقارنة أصلا ما فيش مقارنة بين السماء والأرض يعني كتير خلينا أوريكي المستدركة على الصحاحين مين مات بالسمة يعني الرسول كان المفروض بيقول من تصبح بسبع تمرد لا يصيبه السم ولا سحر كله مفروض كان يكون كل يوم ده الدواء بتاعهم كل يوم أصلا يقولك إيه والله إليك تسم رسول الله يعني الرسول مات مسموم صح في مسلمين كتير ما يعرفوش المعلومات أبو بكر الصديق برضو سم أبو بكر الصديق ده موجود فين؟ في المستدركة على الصحاحين المرجع هيكون على الشاشة وقتل عمر بن الخطاب صبرا وقتل عثمان بن عفان صبرا وقتل علي بن أبي طالب صبرا وسم الحسن بن علي يعني ابن الحفيدو مات مسموم بالظبط يعني كلام فاضي إن يقولك سبع تمرات ومش هسيبك سحر ولا سم كلام فاضي ويبقى حديث صحيح مارينا الناس دول ما كان لأكل بتاعهم تقريبا زي المصريين ما بيحبوا أكل الفول كده هم بيكلوش على طمري تقريبا طمري واللحمة يعني يتباحوا لباحة يكلوها عندهم نخله أو الطمري لكن الحاجات التانية نادر إنها تبقى موجودة ليه الحسن أبو بكر الرسول وهلوم جرى بقى دي مرات مرات الحسن هي اللي سمته كمان مرات الحسن هي اللي سمته وهلوم جرى اللي في التاريخ اللي إحنا ما نعرفوش مين سمي مين تاني طب هل كلامه كده يعني هو طبيب إيه يعتبر هنا إيه طبيب أغزية طبيب أغزية فاشل طيب خلينا نخش في النقطة تانية مارينة فيه واحد اسمه أسعد ابن زرارة أسعد ابن زرارة ده حصل له مشكلة في حلقه زبحة حاجة كده خليني أقرى الحديث وبعدين أقولك كوى رسول اللي قالك إيه أنا بنهي أمتي أنا الكوي عن الكي والنار كوى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا أو كانوا بيقولولي سعدا أو أسعد ابن زرارة في حلقه من الزبحة وقال لا أدعى يعني هو الدبح حد دبحه عنده مشكلة حصلت له زبحة زي زبحة يمكن احتمال كده ألم في كده الزبحة دي ما كانتش هتموت الراجل يعني خلص واخد بالك في حلقه من الزبحة وقال لا أدعى في نفسي حرجا تعالى الجرر لا أدعى نفسي في حرجا من سعد أو أسعد ابن زرارة أنا مش هتكسف من زرارة أنا مش هتكسف منك يا سعد تعالى جرارة راح كوى الراجل عشان يسعد من حتتنا يعني طيب نيجي نشوف حديث تاني دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسعد ابن زرارة يعوده من وجع أصابه في الشوكة وكوى على عطيقه راح يشوفه ويمرده وكوى على عطيقه فمات مات آآ فقال رسول الله شوفي بقى رسول الله مش مهم عنده الراجل هتشوفي مهم عنده إيه فقال رسول الله شر ميت لليهود يقولون قد داوى صاحبه فلم ينفعه أما حاجة اليهود هيقوله علينا إيه اليهود هيقوله علينا إيه زي من دلوقت يقولك فيه فضيح طب والأجنب هيقوله علينا إيه مش هبابهم مشوفي نفس الفكرة نفسي لما سعاد صالح قالت له قالت للموزيع قالت له نكاح البيهيمة عندنا نكاح بيهيمة قالها طب الناس الغرب يقوله علينا إيه بالظبط ما هموش المصيبة السودة اللي عنده لأ طب وليه يعني يروح يعمل فيها دكتور ويكون الراجل وهو قايل هو ناسي قايل النكاي لأ قال له بس أنا مش هلاقي حرج يعني سعاد تعلم مننا وعلينا آه وبعدين الراجل لما مات قال أنا مش زعلان على طب هو يا فرحة إيه اللي يدخلوا في الحاجات دي يعوديكوي والناس ويحط مش عارفة يحسن في مش عارفة مين إيه اللي إيه اللي يشغلوا الشغل لأنا مش بتاعته يعني إنت رسول ولا إيه بالضبط هو كان حيموت من المسيح المسيح كان بيقول بالكلمة يشفي آه وتلاميذ المسيح يقوله الكلمة ظل بوليس حتى كان بيقوم موت شوف قد إيه صح فهو كان الموضوع بالنسبة له عمل له أزمة نفسية هو ما ورهوش إله عشان يقيده فيعمل إيه بيجرب في البناء أدمين يا حرام يخش على النخل يبوزه يخش على البناء أدمين يبوزها على طول كده دخل في كذا موضوع مارينا موضوع الختان اتدخل اتدخل في ختان البنات صح هي رايح لسي انت مالك انت مالك مش عارف إيه ولا تغفضي إيه يخش يقول أنت مش عارف كانوا بيسألوه في النسا كمان يقول المياه لو جات الأول للراجل يبقى ذكر زعلا ماء الرجل ماء المرأة زعلا ماء المرأة ماء الرجل كلام فاضي كله والأصفر والأخضر والمش عارفة إيه ده يعني إيه ماء المرأة أصفر وماء الرجل محرفش مش أخضر لأ مش أخضر عشان ما يقولناش أنتم بتقلبه أنا بأترية بس وماء المرأة أصفر إيه كلام الفاضي هيا الماء هيا المرأة أصلا عندها ماء يعني هو خالط الأمور كلها هو مش دكتور وبيقول أي كلام لو في مرأة عندها ماء أصفر يعني يبقى مريضة عندها مرض يعني ده مش يعني كان بيدخل في كل حاجة أو تكوين جنين يفت فيه تكوين الإنسان يفت فيه مش عارف وكله غلط كله غلط أنا يعني وأؤكد لك أن كل حاجة غلط عامل فيها دكتور والطب النبوي كله غلط مرة قال لني الحبة السودة أو لحبة البركة دي اسمها إيه الحبة السودة أيها هي بتشفي برضو جميع الأمراض ومرة قال إيه النحل العسل والعسل قال لك شفيه شفيه لكل ده هل العسل فيه أنا هاخد معلقة عسل السكر بتاعي يطلع لفوق ده إيه مين ويشرب الناس بول بعير بول البعير ولما الناس يروح يقتلها ويسمى الأعين والرجل يقول له يقول لك كذبت مطن أخي وصدك رسول الله هو أنا أنا اللي سادق يبقى الطب النبوي يا براني كله كلام غلط كذب كذب وده دليل على أنه هو ليس نبي من عند الله فأنا بقول للمسلمين يا مسلمين حطوا الحلقة دي تحت المجر وشوفوا الكلام اللي احنا بنقوله ده صح ولا لأ فكروا بلاش تحط الرسول هو الأول وبعدين الباقي حتى لو كان غلط نصدقه وأنا بشكركم جدا وشكرك مارينا ونشوفكم في حلقة قادمة من الإسلام تحت المجر شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر